اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا العزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر عام 2021 برنامجنا بيجتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى المتفرقة ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم معناونا ارتفاع عدد ضحايا مليونية 13 نوفمبر الى 6 قتلى و 122 جريحا وادانات محلية ودولية واسعة وقلق امريكي وبريطاني اعتقالات واسعة في الخرطوم والولايات ومشاركة كبيرة للنازحين واللاجئين في مليونية 13 نوفمبر مقتل واصابة 4 مزارعين وحرق قرية في احداث منفصلة بشمال دارفور واصدار حكم تالب بعادة خدمة الانترنت فورا مجلس السيادة الجديد يعقد اجتماعا بكامل وضيطه ومجلوس جديد من الاتحاد الافريقي الى السودان والان لتفاصيل النشرة من راديو دابنكا ارتفع عدد ضحايا مليونية 13 نوفمبر في الخرطوم الى 6 قتلى بعد وفاة مجاهد محمد فرح 15 سنة صباح الاحد بمستشفى شرقنيل متأسرا باصابته بالرصاص الحي في البطن والفغز وقالت لجنة اطباء السودان في بيان ان عدد القتلى المحصورين منذ 25 اكتوبر ارتفع الى 21 شخصا من جانبها قالت رابطة الاطباء الاشتراكيين ان قتلى مليونية 13 نوفمبر هم عبد الحميد عبد الكريم 31 سنة والشيخ خاطر 19 سنة ومحمد بكر 35 سنة ومزمل محمد نور 15 سنة ومحمد عثمان الطيب 19 سنة بجانب مجاهد محمد فرح واوضح ان عدد المصابين خلال المليونية في الخرطوم السبت بلغ 122 شخصا في 5 مستشفيات هي مستشفى الاربعين ومستشفى مدرمان ومستشفى شرقنيل ورويال كير وابراهيم مالي واضاف احد المصابين في هذا الخصوص اعتغلت الاجهزة الامنية بامدرمان اكتر من مئة شخص بينهم 18 فتاة في مصاحرات 13 موفمبر يوم السبت وتعرض المعتقلين للضربة المبرح وحلقت شعورهم على يد الاجهزة الامنية قبل اقتيادهم الى الجسم الاوسط امدرمان وقالت قيادات في لجانة المقاومة لراديو دبانغا ان الاجهزة الامنية استخدمت القوى المفرطة في مواجهة المتظاهرين مستخدمة الرصاص والقنابل الصوتية والغاز المسيل للتموء والحراوات واوضحوا ان المعتقلين من الشباب يتجاوز عددهم 85 شاب و18 فتاة جميعهم محتجزين في القسم الاوسط بامدرمان بينما اطلق صراح خمسة من الفتيات في وقت متأخر من مساء السبت واكدت قيادات لجانة المقاومة في افاداتهم لراديو دبانغا ان الاجهزة الامنية التي واجهت المتظاهرين تستقل مركبات الدعم السريق وبكاس الاجهزة الامنية بدون روحات وترتدي زي الشرطة كشف ناشطون من الخرطوم عن اتقالات واسعة وسط المتظاهرين في مليونية 13 نوفمبر من جهته وصفت لجنة احياء بحري ما جرى في بحري مساء السبت بانه حصار كامل ما يطلق الرصاص الحي مصوبة بمداهمات لبعض المنازل واعتقالات عشوائية ووصفت ما جرى بانه نفس اساليب نظام الانقاس في ايامه الاخيرة وفي مدينة كسلا كشف ناشطون على اتقال خمسة متظاهرين في المليونية 13 نوفمبر اما في القضارب فقد بلق عادة المعتقلين 12 وكانت السلطات شنت حملة اعتقالات واسعة في سينجا قبيل مليونية 13 نوفمبر واضاف مواطن من سينجا في هذا الخصوص الليوة العطة او الليوة بتاع سينجا بتاع حامية سينجا اسمه الليوة العطة بمارس ضغط شديد جدا على الاولاد بتاع المقاومة دي وحتى جنوده بيتلبه في البيوت يعني ايوه يعني بتلبه في البيوت شاني اعتقلون لما ما يلقوا مشيلوا موبايلاتهم وكده ويحلقوا للاولاد عدد المعتقلين من اولاد المقاومة عدد كبير جدا لدرجة انه ما قادرين نحصرونكم احد يامس علنت شبكة الجزيرة اعتقال مدير مكتبة بالخرطوم المسلم الكباشي من منزله صباح الاحد وطلبت بالافراج عنه فورا محملة السلطات العسكرية المسلولية عن سلامة جميع تاقيمها في السودان من جهة اخرى اصيب الصحفي حمد سليمان بالرصاصة المطاطية في الرجل اثناء تغطيته لمليونية 13 موفمبر بالثورة وفي ذات السياق استدعى جهاز الامن بالقضارف مراسل الجزيرة وسامة سيد احمد ومنعه من تغطية المليونية بالقضارف كما استدعى جهاز الامن بالخرطوم مراسل الجزيرة مباشر محمد عمر بخصوص تغطيته لمليونية نوفمبر بالعاصمة قالت مقابعة الاطباء الشرية انها تلقت اتفادات من بعض المستشفيات التي اسعف اليها مصابي مليونية 13 موفمبر ان الرصاص الذي استخدم لقمع المتظاهرين السلمين هو من النوع الذي ينتشر داخل الجسم الرصاص الانفجاري واضحت انه محرم دوليا من جانب نفت الشرطة استخدام السلاح الناري في تعامل مع المتظاهرين وقال المكتب الصحفي للشرطة ان الشرطة تعاملت بالاستخدام القانوني للغاز المسيل للدموع والحد الأدنى من القوة واتهم المكتب في بيان المتظاهرين بالاعتداء على عدد من أجسام الشرطة مما أدى لإصابة نحو 39 فرد من رجال الشرطة ونوه إلى حرق عربة شرطة تدبع لجسم شرطة الصحافة وبالمقابل وطقت مقاطع مصورة مشاهد لإطلاق الرصاص الحي واستخدام العنف المفرط خلال مصاحرات 13 نوفمبر أعربت وزيرة المملكة المتحدة لشؤون أفريقيا فيكي بور عن قلقها العميق زاء التقارير عن مقت المتظاهرين في السودان وأكدت ضرورة أن يتمكن السودانين من التعبير عن آرائهم بدون أي خوف من العنف وأن يستمع الجانب العسكري للعداد الهائلة التي تطالب بعودة الانتقال الديمقراطي من جانبها أدانت السفارة الأمريكية في القرطوم بالاستخدام المفرد للقوى بحق المحتجين الذين خرجوا من أجل الحرية والديمقراطية وأعربت في تغريدة على تويتر عن أسفها للخصائر في الأرواح وإصابة عشرات المتظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة للانجلاب التي خرجت في السودان السبت من جانبها طالبت اللجنة الدولية للصليف الأحمر بحماية المهام الطبية والسماح بمرور سيارات الإزعاف كما دعت في تغريدة على حسابها بتويتر بتسهيل عمل الكوادر الطبية مطالبة بحصول المصابين على الرعاية التي يحتاجون إليها أدانت قوى الحرية والتغيير في بيان لها العنف المفرد وغير المبرر الذي واجهت به القوات الأمنية مليونية 13 كوفمبر المواكب برغم سلمية الحراك وحذرت في بيان كافة القوى الأمنية من المضي قدما في مدهمة المستشفيات والاعتداء على المصابين والكوادر الصحية وإطلاق الصخير الحية على المتظاهرين السلميين كما أدانت إغلاق الطرق والجسور وكطي خدمة الإنترنت والتشويش المتعمد على الاتصالات وحملات الاعتقالات والملاحقة المزعورة لأعضاء لجان المقاومة وعضاء الأجسام المهنية والنقابية من جهته قال حمزة بلول وزير الإعلام في حكومة حمدو خلال مخاطبته مليونية 13 كوفمبر إنه أي انقلابي سيحاسب ويحاكم وأن لا خيار غير الدولة المدنية ولا تفاوض مع الانقلابيين وأضافي هذا الخصوص ما في خيار غير الدولة المدنية ما في أي جهة استطرحة أو أي دولة استطرحة تدعم الانقلابيين عشان بعدين يحكم الشعب السلالي الشعب السلالي سييد نفسه قرر الدولة المدنية ويسأل إلى نهايات هذا الطريق مدنية مدنية لو نتمت كلنا مدنية لو نتمت كلنا ما في جانة عسكرية ما في تفاوض مع الانقلابيين الانقلابيين حقائم إلا أن نتأهمي النوعين تهمنا مدنية خيار الشعب السلالي من جانبه آنا نتجمع اللجانة التسييرية والتمهيدية للنقابات والاتحادات المهنية والاضراب لمدة يومين دعما للإصيان المدني الذي علنته القوى الثورية ودعت 17 من الكيانات السيدلية في الخرطوم والولايات لمواصلة التسييد الثوري والدخول في إصيان مدن الشامل وبصورة تامة في جميع مرافق العمل الحكومية منها والخاصة بسبب الانتهاكات الصارخة أدانت 11 من الأجسام المهنية والنقابية العنف الذي مارسته السلطات في مواجهة مليونية 13 نوفمبر السلمية كما أدانت الأجسام من بين التحالف الديمقراطي للمحامين ولجان الصيادلة والمختبرات العنف الذي يتعرض له الأطباء والكوادر الصحية بالمستشفيات من قبل الأجهزة ومحاولة إثنائهم عن أداة واجبهم كما نددت بالإزلال الذي يتعرض له الجرحى والمصابين في الطرقات المؤدية لمراكز الخدمات العلاجية والمستشفيات ومنعهم من الوصول إليها من جهاته وصف تجمع المهنين السودانيين ما جرى في مليونية 13 نوفمبر بأنه مجزرة جديدة وإعتبره يرقى لدرجة الجرائم ضد الإيزانية التي يعاقب عليها القانون السوداني والمواسيق الدولية ونؤكد لكل المشاركين فيها إنهم مرصودين وسيتم تقديمهم بمحاكمات العاجلة والناجزة أعلنت محكمة الخرطومة الجزئية رفضها الأسباب المقدمة من شركة زين بخصوص عدم تنفيذ أمر إعادة خدمة الإنترنت إلى المشتركين فورا إلى حين الانتهام من الفصل في دعوة التعويض وقال مولانا طارق أبدالطيف محمد قاد المحكمة في دالة حكم بخصوص إعادة الإنترنت الأحد يظل الأمر بإعادة خدمة الإنترنت على جميع المشتركين ساريا وكانت شركة الاتصالات امتنعت عن إعادة خدمة الإنترنت بحجة عدم تضمن الحكم الذي صدر الخميس كلمة فورا وكان الرئيس جمعية حماية المستهلكة دكتور ياسر مرغني قال إنهم سيلجؤون للمطالبة بإصدار أوامر قبض في مواجهة مديري الشركات في حال عدم تنفيذ إعادة الإنترنت لجميع المستخدمين وأضاف الدكتور ياسر مرغني في هذا الخصوص حتى الآن الشركات لم تنفذ الآن المستشار الغانوني ذكر لي أنه ذاهب للمحكمة لأن شركات الاتصالات غالطة أنها لم تنفذ لأنك كلمة فورا غير واردة في هذا الحق وهذا تحايل وهذا تماهي من الشركات الاتصالات مع السلطة الإنقلابية وأكل أموال المستهلكين بالباطل حتى الأحد الصباح لأنه تعلم إنه يوم الجمعة والسرع التجازة في الشزان يوم الأحد الصباح إذا لم تجعل الإنترنت سنطالب كجمعية بإزدار أوامر غض ضد مدلاء الشركات خرج الآلاف في معسكرات النازحين بولايات دارفور السب في مليونية 13 مفهم بالرفض للإنقلاب العسكري وأقال يعقوب محمد عبدالله فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين لراديو دابنقا إنه النازحين خرجوا في جميع المعسكرات مطالبين بالحكم المدني وإعادة الدكتور عبدالله حمدوك رئيسا للوزراء وأوضح إنه المنسقي لم تتلقى تعرض المواكب للاعتداءات واتهم مدير جهاز الأمن بولايات جنوب دارفور بمنع الصحفيين والإعلامين من تغطية مليونية 13 مفهمبر في مدن ومعسكرات الولاية وحمل المشاركون في المليونية داخل معسكر كلمة بولايات جنوب دارفور لافتا طرفض حكم العسكر وأخرى تعتبر الحوار السوداني السوداني هو المخرج من الوضع الراهن وكان عشرات الآلاف خرجوا السبت في أكثر من 30 مدينة داخل البلاد إلى جانب مسيرات متزامنة في مختلف قارات العالم رفضا للانجلاب العسكري وأضافي عقوب محمد عبدالله فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين لرادي دابنجا في هذا الخصوص والله المعسكرات التلعب دا هو كتير جدا من بينهم معسكر كلمة بالتحديد أنا بتحدث عاليا فيه عندك العتاش وعندك معسكر كاس ودير في جنوب دارفور وباقي المعسكرات عندك في نرتته وعندك في حمدية وعندك في خمسة دقائق وعندك في تور كلمة وعندك في حصاحيسة وعندك في روانواتاس دي عبارة يعني هناك ما الناس كبتبية هناك ناس بشوك يعني عبارة عندهم يعني تلانا كلنا خرج اللاجئون السودانيين في شرق تشاتي مليونية 13 مفردا لحكم العسكر وطالب المشاركون في الموكب بحكومة مدنية معطرين عن ردهم القاطئ لحكم العسكر موضحين إنهم من ضحايا جرائم الإبادة الجمعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية التي نفذها الحكم العسكري طيلة السنوات الماضية وأوضحوا إن استمرار العسكر في رئاسة السلطة في السودان سيؤدي لاستمرار النجوء اشتكى مواطنون من استمرار عمل القتل وحرق القرى والاعتداءات في محليتي طويلة ودار السلام بولاد شمال دارفور وكشف مواطنون لراديو دابانجا المقتل اثنين من المزاعرين مساء السبت برصاص مسلحين على ظهور الدمال في منطقتين طرودي جنوب مرتال في محلية طويلة وأوضحوا إن خمسة من المسلحين هاجموا مزرع بالقرب من المنطقة وأطلقوا النار على المزارعين أبراهيم عقوب حامد خمسة واربعين عام وآدم حارون زكريا سبعة وثلاثين عام واردهما قتلين في الحال وفي ذات السياق أحرق سبعة مسلحين جميع المنازل في منطقة مدورتنا جنوب تابت مما أدى إلى ثرار جميع الأسر البالغ أعدد خمستاشر أسرة إلى منطقة كداريك وفي محلية دار السلام هاجم مسلحون أراضي زراعية بالقرب من وادي مرة وأجيرجيرة وأطلقوا النار على المزارعين مما أدى لإصابة اثنين منهم وأدخل المسلحون الماشي في المزارع عقد مجلس السيادة الذي تم تشكيله نهاية الأسبوع الماضي اجتماعه الأول يوم الأهد بكامل وضوطه بما فيه ممثل الجبهة الثورية مالك عقار والطاهر حجر والهادي إدريس وكان أعضاء مجلس السيادة الثلاثة عن الجبهة الثورية لم يؤدوا القسم ضمن التشكيل الجديد للمجلس وأشارت مصادر إلى رفضهم أداة القسم بحجة أن قرار الحل لا يشملهم وقال مالك عقار رئيس الحركة الشعبية شمال وعوض مجلس السيادة في تصريحات صحفية لقناة سكاي نيوز عربية السبت إنه ما حدث في 25 أكتوبر انجلابا مئة بالمئة ولا نستطيع تسميته بالتصحيح وإن السلطات أعلت بصورة كاملة للمجموعة العسكرية وقال إنه الانجلاب يواجه عدة تحديات من بين ردود الفعل السلمية في الشارع ووصف الوضع في السودان بأنه كارسي من الناحية السياسية وأن السودان قابل للانهيار وأضافي هذا الخصوص وفي انجلاب في 25 أكتوبر 100% والسلطة أعلت كاملة للمجموعة ديها لكن هذا الانجلاب يعني ما يجب بصحره ومن تفضل لأنه هو برضو بواية عدة تحديات واحدة من هذه التحديات هو الشعب ذاته ردود الفعل في الشعب ردود الفعل بالشارع وردود الفعل بسلاح السلمية وده بضها المجموعة اللي أخذ السلطة في الموقف الخبر الأخير في النشرة أفاد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الأحد بأنه سيرسل مبعوثاً إلى السودان في المستقبل القريب لتشجيع جميع الأطراف على التوصل بشكل عاجل على حل سياسي لهذا الأزمة الجديدة في البلاد وجدد رئيس المفوضية دعوة للجيش السوداني للانقراض في عملية سياسية تؤدي إلى عودة النظام الدستوري تماشياً مع المرسوم الدستوري المتفق عليه في أغسطس 2019 واتفاقية جوبا للسلام مستمعيننا العزة بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار القدمناها لكم من راديو دابنجا برنامجنا بتواصل فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر